بعد الارتدادات الصحية والزراعية تدعية موجة الحرلة تشتاح تونس منذ بداية موسم الصيف بدأت تطال أرقام التجارة الخارجية بتسجيل البلاد ارتفاعا ملحوظا في إجمالي فاتورة الطاقة خلال شهر جويل الماضي بعزيد من 11% مقارنة بالمستوى المسجل في جوان المنصرم معطا ساهم بشكل ملفت في رفع واردات تونس من الجزائر إلى مستوى تاريخي وغير مسبوك نهز الـ 600% المهد الوطني للإحصاء في تونس برر ارتفاع بزيادة قياسية لواردات تونس من الكهرباء انطلاقا من جارتها الغربية بأكثر من 130% خلال الشهر الماضي مقارنة بشهر جوان الفارد على ذلك أظهرت بيارات الهيئة التونسية ارتفاعا مضطردا لصدرات تونس نحو الجزائر بأكثر من 48% خلال الأشهر السبع الأولى من السنة الجارية ارتفاع لم يشفع من تقلص العجز التجاري بين البلدين مناهزا 340 مليون دولار لصالح الجزائر في ظرف شهر واحد من أصل عجز كلي سجله ميزان التجارة الخارجية لتونس بنحو مليار و 400 مليون دولار خلال شهر الجويل الماضي